السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي في السنة الثانية متوسطة لحتى أولياء تلاميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم نحلوا فرض الفصل الثالث في مادة العلوم الطبيعية والحياة تلاحظوا بالليدرنا الملخص اللي يحبي يعني تلميذ والتلميذ اللي يحبي يشوف ملخص يعني يملي حاله وقد ما قدرنا نحلوا فروض إن شاء الله باش نكونوا وجدين مئة بالمئة إذن يلا بدون إطالة نشوفوا التمنين الأول وشو يقول لي أو يقول لي أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد إذا صبتها صحيح نقول صحيح والله مبارك إذا صبتها خطأ نكتب خطأ ولازم نصحح ذلك الخطأ أول سؤال السر خس نبات زهري يتكاثر ويغزو الأوسط بواسطة البذور هل صحيح السر خس نبات زهري إذن نحن نشوفوا إذا صحيح ولا زهري نبات زهري معتها فيه الأزهار مفهوم يلا التكاثر الجنسي عند النبات يتم بواسطة أعضاء من النبتة الأم هل هذا صحيح أو خطأ ولازم شوفوا عبي أقول لكم الملخص هذا ضروري جدا لأنه تلميذ لي ما يفهمش مثلا كلمة ولا زوج أي راح قاع السؤال ولا راح تلك الجملة يتم إعمار الأوسط من طرف الحيوانات بفضل انتشار إما البيض أو اليرقات يتطور جنين الدجاج داخل المجاري التناسلية يعتبر نواتج ولا تعتبر نواتج تكاث الجنسي عند النبات الجذامير والسيقان والروائد إذن يلا حل نفهم كل جملة قبل ما أن نبدأ أنصحه إذن يلا التمرين اللي بعده يقول لي يلجأ المزارعون في كثير من الأحيان إلى أكثر بعض النباتات لتلبية حاجيات المستهلكين حيث يتم الاعتماد على نمطين من التكاثر إذن يلا أوعطاني بعض الصور تعالي لعنا إذن الأسئلة تعيد قول بالاعتماد على معلوماتك والصور حدد هذين النمطين من التكاثر مع إعطاء مثال من كل نمط السؤال تنيبين الاختلاف بين هذين النمطين من التكاثر واستنتج العوامل المساعدة على انتشار نواتج تكاثر عند مختلف النباتات إذن نبدأ بتصحيح التمانين التعنى اللول السؤال الأول يقول لي أول سؤال ككل يقول لي أجب بصحي أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجيد أول سؤال السرخص نبات زهري يتكاثر ويغزو الأوسط بوسطة البذور هذه جملة كاملة خاطئة قلنا نبات السرخص لازم نفهمه ويتقدر نحفظه يعني نحفظه لأنه يجي سواء في الفرد ولا في الاختبار إذن هو من أنواع النباتات اللازهرية مع تفهغل الخضار ما فيش الظهور هذه واحد إذن هذه الخطأ الأول يتكاثر ويغزو الأوسط بواسطة الأبواغ ما عندوش جذور وإنما أبواغ أبناء أبواغ تفكروا باللي هي كيس فيه ما فيش البذور وإنما فيه حاجة تكون خفيفة مفهوم يعني هذا بالنسبة إلى الجملة الأولى الجملة الثانية تقول لي التكاثر الجنسي عند النبات يتم بواسطة أعضاء من النبتة الأم هذا خطأ عند النباتات ذات الأزهار مستحي النباتات بدون أزهار دير تكاثر جنسي إذن يكون باتحاد حبوب الطلع حبوب الطلع من جبهة نجيبها من النبات الذكر مع البويضة من جبهة نجيبها من النبات الأنثى يعطوني بيض ملقحة هذه البويض ماذا تحتوي يعني تعطينا ثمار الثمار تحتوي على بذور وبعد البذور تعاود تعطيني نبات جديد وهكذا ما فهم؟ إذن هذه بالنسبة إلى الجملة الثانية إذن من هنا نديره ملاجعة ومن هنا ننصحه في الفرد السؤال الثالث ولا الجملة الثالثة يتم إعمال الأوساط من طرف الحيوانات بفضل انتشار إما البيض أو اليرقات هذه معلش هذه تعلق الفصل الثاني بصحة مليح أن نديرها يخي قلنا استراتيجية أعمال الأوساط عند الحيوانات عند هزوج كي نوعان من الحيوانات حيوانات تحب تجيب عدد كبير جدا من البيض وما تتهلاش فيها ناخده ميث إدخل يعني اللي عاش عاش واللي ماتمت كما الضفضع الأسماك مفهوم هادو كامل قلنا ينتجوا عدد كبير من الأنسل ويخلوهم يعيشوا يلا أما الصنف الثاني لا لا يجيب بيوت سواء بيوت تكون قليلة ولا مولود يكون واحد تنين إلى غري ذلك معتاق عدد قليل ويقومون بالاعتناء به مفهوم إذن عندنا زوج أنواع من استراتيجية أعمال الأوساط من طرف الحيوانات السؤال بعده يقول لي يتطور جنين الدجاجة لاحظوا مليها كيف يفدتها الفصل ثاني بسح مليح نعرفه يتطور جنين الدجاجة داخل مجاري التناسل يا هذا خطأ شوفوا الإلقاح صح داخل مجاري لكن التطور تتعالي الجنين معتاك كي تبدأ تكبر البيضة خلاص ما تكونش داخل المجاري التناسل وإنما تكون خارجها أي تكون في البيضة الأخيرة تقول لي تعتبر نواتج التكاثر الجنسي عند النباتات لي الجذامير سيقان لا هذه عند النباتات اللي تكون التكاثر التحى لا جنسية اللي تكون جذامير سيقان أبصال درانات فهم يلا يعني درت لكم هذا المخطط أبنائي من الأحسن أن الواحد على الأقلي فهم ذاك المخطط وليسي يحفظه بش هكذا كي يروح أي سؤال قال لي تكاثر جنسي هاو شي صرا لا جنسي هاو شي صرا خضري هاو شي صرا الأبواغ الجذامير إلى غير ذلك يلا الوضعية الإدماجية قال ليلجأ المزارعون في كثير من الأحيان إلى اكثار بعض النباتات ما يديروا بكثرة لتلبيج حاجية المسهلكين حيث يتم الاعتماد على نماطين من التكاثر إذن يلا أنا نهضر على المزارعين شوفوا الأنماط تحت تكاثر يخيقون عندي تكاثر جنسي ولا جنسي لكن حداري هنا في الوضعية الإدماجية بالذاته كينفخ لاحظوا هذا نبات السرخص هذي بطاطا يعني بطاطا ونيد لهذا يعني ليخرجوا من البطاطا كي يطول وعندي اللي هنا هذي نبات الفراولة إذا هذا نبات الأم وهذا النبات الجديد لاحظوا بلي شوفوا وش دار دار ساق روحوا مع أنتها مش يجأ المزارع زرعوا إلى غير ذلك نبات الفراولة حط الساق التاعه في التربة وخرج لي نبات جديد كيف كيف يولي يعطيني الفراولة إذن يلا ما هي الأسئلة اللي طرحها لي في الوضعية ودايما أبناء يشوفوا الوضعية دايما أنا فقط لا هنا ما كفانيش يعني أنا نفسر لكم دوما السؤال الأول أو الثاني أو الثالث ولا أي سؤال يكون في الوضعية نقول بالاعتماد على السياق والسندات ومكتسبات القبلية باش نبدأ نحل السؤال سواء في اللول ولا الثاني ولا الثالث هذي الجملة كامل هذي بالاعتماد على السياق ومكتسبات القبلية ولا والسند نديرها في السؤال الأول والثاني والثاني يلا السؤال الأول قال لي حدد هذين النمطين من التكاثر مع إعطاء مثال لكل نمط إذا نشوفوا إحنا قلنا وشنو قلنا عندي تكاثر جنسي ولا جنسي بصح لاحظوا باللي إلا جنسي فيه وحدة أخر اللي وش درنا في الدرس درنا تكاثر خضري إذا نشوفوا نعودوا فهموا تكاثر جنسي لازم يكون عندي نبات زهري معتها في الأزهر كما مثلا الفول الفاصول إلى غير ذلك معنتها لازم يكون عندي زوج نبات ذكر ونبات أنثى ويعطوني ثمار البذور نبات جديد إلى غير ذلك بيود ملقاحة التكاثر الجنسي معتها عند النباتة التي لا تحتوي أزهر كما شفنا هنا نبات السرخص معتها خضرة ما فيها حتى زهرة عندنا أيضا معتها وحده يقوم بالتكاثر يعني الأعمال الأوسط بوحده عن طريق يعني هو الأبواغ التكاثر الخضري وش قلنا أبنائي هو تكاثر تعنابات يعني فيه الزهور كما الفارولة يستنسخ نفسه بنفسه كما شفنا هنا نبات الفارولة حطت سقطحة وتكاثرت وحدها نفهم هذا وش نمعتها النبات الخضري عفوا التكاثر الخضري أو يقول يعطينا مثال كل وحدة الخضري يقولنا الفارولة التكاثر الجنسي السرخص وعندي الجنسي قلنا فاصول يفول كما تحب وناخده مثال من كل واحدة يلا عندي قليمة هو الاختلاف ما بين هات الممطين معت الاختلاف ما بين التكاثر الخضري ونعيطل الجنسي والجنسي إذن هذا الخضري نباتة زهرية تتكاثر بطريقة غيب جنسية باستنسخ نفسها معتها بروحها الجنسي لازم اتحاد الظكر والأنظام استنتج العوامل التي تساعد على انتشار النواتج تتكاثر عندنا الرياح الماء الحيوانات بنية البذرة هادو كامل تخليلي النواتج ولا هذك البوذور ولا الثمر تنتشر مفهوم؟ إذن أبناء بنتي هذا كان بالنسبة لفرض العلوم الطبيعية والحياة للفصل الثالث للتانية متوسط كالعضب اللي عنده أي سؤال ولا استفسار يخليه لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقولكم بالتوفيق إن شاء الله